اهلا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوارو التي نصطيف فيها رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب اهلا بك والحمد الله على السلام ايضا بعد خروجك من السجن هذا هو اللقاء الاول مع فرانس فانت كاتر بعد خروجك من السجن في البحرين الشهر الماضي يعني كانت التهمة واضحة الحكم بتهمة الدعوة الى تجمعات غير قانونية الاخلال بالنظام العام او بالامن كيف تخرج اليوم يعني بعد خروجك اليوم ما هو اول الانتباع هل تخرج بنفس العزيمة والقوة والصلابة لمواصلة النضال اذا صح القول ام هناك نوع من المهادنة اليوم والتواجه نحو اطلاق حوار والتخلي عن عمل الشارع يعني اولا سابقا كنت اتحدث عن قضايا حقوق الانسان والانتهاكات الحقوقية عندما اسمعها وانقلها الى المجتمع الدولي والى الشارع والى الرأي العام الان اضيف الى ذلك انني كنت ضحية لهذا النظام لمؤسسة قضايا غير مستقلة غير نزيئة مؤسسة بوليسية غير مستقلة او غير تنتهك حقوق الانسان مؤسسة نيابية وقوانين مجحفة لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان الان الدافع اقوى الدافع هو انا ناشط حقوق الانسان وانا ضحية في نفس الوقت ولهذا السبب الاندفاع طبعا وراح يكون بصورة طبيعية اكبر واكثر من السابق لا استطيع ان احدد ولا استطيع ان اقيم نفسي ولكن الناس هي تستطيع وهذا لا يعني ان لا نجد لا نبحث عن خيوط لا نبحث عن حلول نحن لسنا اعداء الى هذا النظام الحاكم لسنا اعداء الى السلطة نحن قربنا وبعدنا من السلطة تحدد احترام هذه الدولة الى حقوق الانسان عندما تحترم هذه الدولة حقوق الانسان نحن نحترمها عندما لا تحترم فلا يوجد مهادنة لا يوجد ضرب ولا حرب مع النظام لأنك أقول ذلك لأنك صرحت في السابق بأنهم أرسلوا إليك وأنت في السجن مبعوثين من قبل الحكومة والسلطة لإسكاتك وإبرام أي صفقة معك يعني هل هذا نسب إليك علما أن الحكومة نفت ذلك والمتحدث باسم الحكومة نفت ذلك قطعا بوجود أي اتصالات معك خلال السجن لإسكاتك وإبرام أي صفقة يعني ما تحدث باسم الحكومة مصداقيتها معروف عند كل أجهزة الإعلام يعني هل عرضوا عليك أي شيء؟ طبعا قيل لي يعني سوف يفرج عني إذا يعني أعطي ضمانا أن أسكت ولا أن تقد السلطة وأنا قلت هذا ليس للنقاش وليس للبارغنينغ فقط مقابل السكوت كان العرض؟ مقابل السكوت وأخرج من السجن ولكن أنا رفض وسوف أرفض هذا يعني ليس للأخذ والرد هذه القيم وهذه المبادئ نحن ندافع عنها وندافع عنها لأننا مؤمنين ليس لمقابل أي شيء ولكننا مؤمنين أن هذا يحقق يحقق مصلحة شعبنا وأجيالنا القادمة ولهذا السبب هذه الأمور ليست للبيع والشراء نحن سنستمر في النضال من أجل حقوق الإنسان لجأنا إلى الشارع لأننا لا توجد مؤسسات لا توجد مؤسسات تعبر عن رأينا نيابية ممثلة للشارع وممثلة للشعب ترفع مطالب الشعب لجأنا للشارع ولكن متى ما وجدت المؤسسات التي عن طريقها نستطيع أن نصل إلى السلطة ونرفع مطالبنا عند أيضا ما ننفعنا الشارع يعني مستبعد اليوم هناك توجه أكثر نحو عملية تفوضية نحو إعادة إطلاق الحوار واستناف هذا الحوار مع ممثلي السلطة الشارع لا زال هو خيار الخيار الوحيد الآن لا يوجد حوار هناك بعض الخطابات أو الجمل يطلقها رموز النظام هنا وهناك ولكن لحد الآن لا يوجد حوار جدي ولم يطلق حتى اليوم منذ ثلاث سنوات وهم يتحدثون عن حوار لم يطلق حوار جدي يتحدث عن الأمور الخلافية بين النظام وبين أبناء الشعب يكون الحوار بين النظام ممثلا في رموزه السياسية وبين أقطاب المعارضة ممثلين الشعب لحد اليوم لم يحدث حوار لكن هناك خطوات إيجابية تخذت يعني كان آخر هذه الخطوات الإعلان عن تبرئة المحكمة برأت خليل المرزوق وهو قياد بارز هو المساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيك علي سلمان يعني تم تبرئته من التهم المنسوبة إلهي بالتحريض على الإرهاب هل هذا هو مؤشر إيجابي برأيك لأن تعطي السلطة بوادر حلحلة لإعادة إطلاق هذا الحوار؟ هناك الآلاف من السجناء السياسيين هذه قضية واحدة من آلاف من القضايا التي واجهت لهذا القضاء غير المستقل الذي هو محل انتقاد كل المؤسسات الدولية والدول الصديقة لحكومة البحرين يعني لا تؤمنين بهذا القضاء علما أنه تم تبرئة المعارض البارز عسا تتحدث أنت عن مصداقية القضاء واحتران القضاء لازم بين 20-30 قضية يحكمون بالمؤمن برؤون شخص هذا طبيعي لكي يعني تصبغ مصداقية على هذا المؤسس القضاء المؤسس القضاء غير مستقلة أحكامها تشوب هالشكاليات كثيرة كل المنظمات الدولية تتحدث عن مشكلة في هذه المؤسسة قضاء غير مستقل مهيمن عليه من قبل السلطة الحاكمة من رموز الأسرة الحاكمة يجب فصل المؤسس القضائية عن هيمنة أبناء الأسرة الحاكمة لا يجوز أن تقدم ناس لمحاكمة يطالبون وعندهم شعارات ضد نظام والحكام والقضاء في هذه المحاكمة كم هو عدد المعتقلين السياسيين حاليا؟ هناك نتحدث حول ثلاثة إلى أربعة ألاف شخص الآن هذا ثلاثة أربعة ألاف شخص للشعب عدد المواطني حوالي سبعمائة ألف شخص هذا أكبر نسبة في العالم لمعتقلين السياسيين هؤلاء المعتقلون بنظر الحكومة أنا صدفت هنا وزيرة شؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة وهي قريبتك على ما أعتقد سيدة سميرة رجب نحن براءة منها نسنا في هذا الموضوع تحديدا بالنسبة إلى الحكومة تتحدث بالنسبة إلى المعتقلين هناك اعتراف ووجود موقفين لكن هؤلاء يدانون بأفعال جرمية من خلال الشارع تم اللجوء إلى العرف بمكان ما أنا أخذ وجهة النظر الثانية كانت هناك اعتداءات على الأمن العام في البلاد على الشرطة ويدانون بأفعال جرمية ما هو تعليقه؟ يعني لا معتقلين سياسيين يعني إذا تأخذ معايير السلطة كل الناس بما فيهم أنا كنت مجرم نفس الأسباب التي كرمت فيها في الدول الغربية والولايات المتحدة وتم منحي جوائز دولية في البحرين هي الأسباب التي أدخلتني السجن واعتبرت جرم جرمت على نفس الأسباب التي كرمت من أجلها وعلى هذا الاعتبار نحن لا نأخذ كلام السلطة أو كلام المؤسسة القضائية محل بجد أو بمصداقية لا هناك إشكاليات في المؤسسة القضائية يعني هناك كمان وجهة نظر هناك مشكلة طبعا هناك حقيقة وفيه هناك من يستخدم العنف هناك من تظاهر وضرب ولكن هذا كله يحط في سياق الصحيح هذا جل كنتيجة لظلم ولضرب ولقتل ولتعديب على مر السنوات الماضية هذا العنف ربما بدأ من خلال سنة وسنة ونصر الماضية بعدما قتل أكثر من مئة شخص بعدما عدب الكثير تحت التعديب وحتى ناس فقدت عيونهم من إطلاق النار في حيونهم في كثير من الانتهاكات المئات من اللي بيوت تم استهدافها وسرقتها من قبل رجال الأمن الكثير من المساجد تم هدمها يعني هناك سلسلة كاملة من الجرام والانتهاكات الآن نرى هناك بعض الردود الأفعال عنيفة التي نحن نرفضها يعني هذا يدخل في إطلاق الاتهاد الديني كما تقول يدخل في إطلاق الاتهاد الديني حتى يكون واضحين في ضوء ما يجري في المنطقة كلها من هذا هو أحد الوجوه الصراع المذهبي الطائفي للأسف أنا لا أسميه صراع مذهبي أنا أسميه صراع سياسي السلطة الأنظمة الحاكمة في دول الخليج تتلاعب بالورقة الطائفية في كل المنطقة وكما هي تتلاعب في الورقة الطائفية في العراق والآن في البحرين نحن مشكلتنا مع نظام حاكم وليس لأنه سني وليس لأنه عربي أو إنجليزي لأنه ظلم لأنه نظام ضاري لكن بغض النظر سيد رجب عن موضوع الإصلاحات المطلوبة وهي إصلاحات محاقة في هذا المجال لكن هناك أيضا من يرى بأن هناك خطرا على سلامة البحرين وأمنها فيما يخص تحديدا التدخل الإيراني يعني هل الشيعة اسمح لي بالتعبير هم ورقة في يد إيران إيران تدخلت ماديا والنظام أيضا يتهمها بتدخل المعنوي والمادي وحتى العسكري أيضا بمد السلاح أو التخريب على وحدة البحرين وأراضيه يعني ما هو دور إيران حديدا دور إيران في استخدام هذه الورقة الشعية في البحرين هذا كلام إنشائي غير صادق غير مدعوم بأي سند من تدخل في البحرين أن أرسل الجيش المملكة العربية السعودية والإمارات ودرع الجزيرة لحد الآن ثورة البحرين ثورة سلمية لم يحملوا السلاح فيها لا تتحدث عن حادث حادث هنا وحادث ثورة غير مسلحة فلا نحتاج لإيران أصلا إيران تدعم تدعم إيران نحن لسنا ثورة مسلحة لقد تكون ورقة إقليمية يعني كما الحوثي في اليمن كما حزب الله في لبنان يعني له ورقة إقليمية لأنه في موضوع إقليم إيراني سعودي واضح في المنطقة قضية داخلية الآن هم يريدون أن أقلمون الموضوع أننا لا نريد أن نقلم لا نريد أن نكون طرفا في صراع سعودي إيران نحن قضيتنا داخلية نطالب المساواة نطالب بالعدالة نطالب بالديمقراطية نطالب بالحرية نطالب تنفيذ الآليات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هذه مشكلتنا الآن إيران والسعودية ما لدينا مشكلة فيها الوقت ينتهي لدينا حوالي دقيقة بالنسبة إلى عدد إطلاق الحوار تم الحديث عن دور لولي العهد وخصوصا هناك من يرى بأن ولي العهد هو من بين المعتدلين في الأسرة الحاكمة هل تؤمنون اليوم بإعادة إطلاق الحوار من هذا المطلق؟ بعيدا عن رؤية فولي العهد لأننا لست متأكد أنه رأي الحوار ولكن نحن ندعم الحوار نعتقد أن الأطراف يجب أن تجلس على مائدة الحوار ونحن سوف ندعم أي حوار يحصل بينهم وبينا قبل أن ننهي ما هو العنوان البارز أبرز عنوان إصلاحي يجب أن يتحقق في البحرين إطلاق صراح كل السجناء والمعتقلين السياسيين وإعادة كتابة الدستور بحيث أبناء الشعب هم الذين يعملون الدستور أو ممثليهم هم الذين يعملون الدستور وليست الأسرة الحاكمة أو ملك البلاد نعمل عقد بيننا وبين النظام عقد جديد يحترم فيه قاعدته الاحترام المشترك نحترم النظام الحاكم نحترم الأسرة الحاكمة ويحترمونا ويحترمونا طموحنا في أن نحقق ونكون في دولة دموقراطية عادلة تحترم حقوق الإنسان تتعامل مع أبنائها على نفس الشاكلة الشيعية سنيا عربيا عجمين تتعامل معهم بشكل متساوي شكرا سيد نبيل رجب الرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وشكرا أيضا للسادة المشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء